هنروح لسكواش ونجمينا مصطفى عسل كان بيلعب بطولة ماليزيا الدولية بعد الإقاف الكبير اللي اتعرض للمدة 6 أسابيع النهاردة هو فاس بالمركز الثاني بعد ما خسر قدام طبعا زميله وزميل الملاعب ولاعب نادي الأهل السابق قريم عبد الجواد انتهت المباراة بالفوس 3-0 الكريم في المباراة النهائية انتهت الأشواط 11-18-10-11-10 في مطش استمر 50 دقيقة لسه مصطفى ما استعادش مستواه التصنيف العام هيبان ان شاء الله بكرة للعيبة المحترفين للسكواش غالبا مصطفى عسل هيكون في المركز الثالث بدل المركز الثالث بعد ما لعب البطولة دي بسبب الإقاف لمدة 6 أسابيع طبعا بداية الموسم لسه أكيد الإقاف مأثر على مصطفى مصطفى ان شاء الله ينتظر مصطفى البان مصطفى هو هيكون رأس الحرب لنا في بطولة بطولة الأولمبية لوس أنجلوس 20-28 لأن خلاص السكواش أصبح لعبة أولمبية فالنهار ده في مدليتين مصطفى هتلعب عليهم الوضع الطبيعي اتنين دهب الوضع الطبيعي اتنين دهب وده اللي احنا كنا نادي به السنوات الماضية أن تدخل الاسكواش إلى أجندة أو نشاط اللجنة الأولمبية الدولية وحصل بفضل الله نتمنى بقى أن احنا منجيش بقى لأربع سنين دول اللي هم خلاص راحين على بطولة الأولمبية ويبتدي يحصل بقى مشاكل وليه نفسها لعبتنا تراجعت لا من دلوقت حينها شغالين ننشن على كام لاعب اللي هيكون هم الطب في الفترة دي ويبتدي اتحاد الاسكواش يركز عليهم بقيادة طبعا كتن عاصم خليفة الله أعلم مين هيكون موجود في الفترة اللي جاي برده